موسيقى قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر السوراني أن بعض المدارس الخاصة تتلاعب بعقود معلمها وتوقعهم على كومبيالات وبيّن السوراني خلال اجتماع لجنة المرأة والأسرة النيابية مع نقبة أصحاب المدارس الخاصة أن التعيين يجب أن يتم قانونياً بثلاثي نسخ للعقد واحد للمعلم وثاني للمدرسة وثالث لوزارة العمل لافتاً إلى أن بعض المدارس تتلاعب بالعقد بأن تقوم بكتابته بقلم رصاص وبعد التوقيع تقوم بالتغيير بقلم حبر أو تقوم بتوقيع المعلم على كومبيالة وهذه كلها تدخل في مسؤولية المعلم الذي قبل بذلك وأضاف أنه من المفروض أن تقوم وزارة العمل عن طريق مدرية التفتيش بإرسال فرق كشفاً على جميع المدارس الخاصة من بداية كل عام دراسي وهذا عملها ينضم إلينا نقيب أصحاب المدارس الخاصة سيد منذر السوراني سيد منذر أهلاً بك إذن نتحدث عن مزيد من التفاصيل في هذه الحيثية ذكرت فيما يتعلق بأن بعض المدارس تتلاعب بهذه العقود وذكرت أيضاً الآلية الآن على الطرف الثاني بأن لا يقبل بذلك إلى جانب متابعة وزارة العمل ولكن نتحدث أيضاً عن الكثير من الضغوط على هذا المعلم فما هي الأولوية بنظركم؟ الصحيح يعني اجتماع اليوم تنبنا على الطلب من رئيس رئيس اللجنة المرأة في المجلس النواب لوجود يعني عنده ملاحظات حول العلاقة ما بين أصحاب المدارس الخاصة والعملين فيها الصحيح أوضحنا إحنا يعني أوضحنا الإشكالية سواء كانت تتعلق في إدارات المدارس الخاصة أو في المعلم إحنا واجبنا كمدارس خاصة أن نلتزم بالقانون والتعليمات والأنظم وهذا يعني 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 طريق للتنظيم وطريق لعدم دائما الانطباع السعيد بين المدارس الخاصة تتجاوز القانون في عنا بعض المدارس الخاصة وهذا الحقيق قد يكون مرتبط بأشياء أخرى مثلا بقلة الموارد المالية لكن هذا لا يعطيها من الالتزام بالقانون والنظام تطرق مالكتين من القضايا وكانت هناك بعض التوصيات وكان يعني معنا في الجلسة عطوفة الأستاذ مازل مهيطة وتبادلها بكل المحاور اللي الهدف منها يعني ضبط العملية التعليمية لا يعني ذلك أنه كل المدارس الخاصة أنها تتجاوز القانون هناك بعض المدارس الخاصة لا بتأكيد لا تعلم ووضعها مرتبطة بالنواحي المادية لعدم السداد بعض أولياء الأمور الإقصاط المدرسية لعدم وجود براءة دمة لكثير من القضايا ووضحنا يعني شارح تفصيلي كبير وإن شاء الله سيعقد لقاء آخر قريبا جدا حول هذا الموضوع وطلبنا من المدارس الخاصة ومن اللجلة المرأة في مجلس النواب أن يكون هناك متابعة مع وزارة التربية التعليم ووزارة العمل في خصوص عقد العمل الموحد لأن هذا عقد ملهاد بالقانون هذا مرتفع مدعي للوزارة لا يجوز لأي مدرسة خاصة أن تتجاوز أو أن تقوم بتصويره لم يتم إنكار ذلك كما تفضلت سيد منذر فيما يتعلق بأن بعض هذه المدارس ولا نعمم هنا كما تفضلت أيضا تتلاعب بهذه العقود ولكن من جانب آخر تحدثت عن أنه لم تكن هناك أي شكوى مقدمة من قبل أي من المعالمين فكيف يستوي ذلك عندما نتحدث عن ضبط هذه التلاعبات ولكن لا يوجد شكاوى مقابل هذا الأمر صحيح يعني كل الحكي يتم من خلال الجلسات الخاصة ومن خلال بعض هذا عن طريق الآلام لم يأتي لنقابة أصحاب مدرسة خاصة أي شكوى على أي مدرسة خاصة بخصوص عدم الالتزام بالتعليمات العنظم بخصوص فقوق المعلمين والمعلمات لكن الطرف الآخر لنقابة العاملين أوضح أن هناك كثير من الشكوى إحنا دورنا كنقابة لأصحاب مدرسة خاصة غايتنا وهدفنا هو حماية المؤسس وحماية المدرسة الخاصة ضمن القوانين المتبعات ودور نقابة العاملين هي متابعة قضايا المعلمين يعني أنا لا يجوز أنا في نقابة أصحاب مدرسة أتدخل في أمور المعلم لأن هذا في جهة أخرى هي نقابة العاملين بين قوصين الاتحاد العاملين نقابات عمال أردن إحنا دائما نرجو منهم مدرسة خاصة ونسبتها كبيرة صحيح ملتزمة بالقوانين والأممين وبتعطي رواتب جيدة وتعطي الإجازات يعني كل حقوق المعلم تحصل عليها لكن في بعض المدارس الخاصة كما أثلت قبل قليل الذائقة المالية تقف دائما عايق أمام الالتزام خاصة إحنا خلال السنتين أو ثلاث سنوات مرئنا في جائحة كورونا والجائحة كان لها تبعات مالية على كثير مدارس الخاصة تجاوزت يعني الملايين تجاوزت من حقوق دفعناها يعني بدون موجود طربة يعني الطاقة الاستعبية كانت غير متوفرة حسب الأصول كان عنا حوالي بحدود نصف مليون طالب في جائحة كورونا العدد تقلص إلى حوالي 300 أهل طالب رغم كل ذلك التزمت كثير مدارس الخاصة بتجديد الرواتب والمستحقات للأسف الشديد يعني كان الضمان الاجتماعي لم يعمل على تحسين أوضاع المدارس الخاصة نتيجة لفرض غرامات على المدارس الخاصة في حالة تأخرها عن سداد مستحقات الضمان وكذلك ضريط الدخل لم تعد المدارس الخاصة خلال جائحة كورونا من التزمات مالية بالأسف يعني هذا يجعل بعض المدارس الخاصة تتجاوز نظام التعليمات نعم سيد مندر تحدثنا سابقا فيما يتعلق برفع الرسوم المدرسية وكان هناك قانون نظم لهذا الموضوع وأيضا فيما يتعلق بالإعلام للأهالي والطلبة بنية الرفع فما هو الإطار التنظيمي لهذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بالنسبة المسموحة للرفع السنوي أولا أختي خلينا أوضح لك نقطة معينة التعليمات باضحة أنه لا يجوز زادة الأقصاء المدرسية خلال العام الدرسي لا يجوز بعد انتهاء العام تحضيرا للعام المقبل بعد انتهاء العام هناك تعرف نشرة معلمة أن الصف الأول أو الصف الثاني قسطه 1500 دينار يترفع هذا الطالب إلى الصف الثالث الصف الثالث له تسعير معينة لأن هذا نشرة معلنة الصف الأول قسطه كذا الصف الثاني قسطه كذا والثالث إذ لا يعقل لطالب الصف الأول قسطه 1000 دينار أن يبقى حتى الثانوية العام ب1000 دينار لأنه في المقابل فيه كلف يزيد عن مدارس الخاصة نعم أتحدث هنا سيد منذر عن زيادة عامة على كافة الصفوف بنسبة معينة في المئة يعني في معايير بدلت يعني للطلاع على نسل التضخم الصادرة من درد الحصائق العامة هذا واحد اثنين يعني واحد تلمية من الطلب المعاقين الشرط أن لا تكون يعني ضمن الطاقة الاستعابية أن تكون ضمن الطاقة الاستعابية في أربع بلود محاور أساسية يعني تركها نظام المدارس الخاصة نعم تتقدم بطلب ومن ثم تأخذ هذه الموافقة وما هو سقف رفع هذه الزيادة يعني حسب التضخم الصادر حسب النشرة المعلنة من درد الحصائق العامة يعني النسبة وتناسب نعم ولكن لا يوجد سقف معين لمدى لهذه المساحة بالتحرم أنا أعتقد 300 نعم أنا أعتقد 300 إلى 500 لكن الرقم يعني مش دقيق لأنه مش مطلع على لكن المبررات التي رأي حصائق المدرسية متوفرة عندي في المجتمع الصحيح نعم سيد مدرد توصياتكم الأخيرة للمعلمين الذين قد يواجهون مثل هذه المشاكل ومن جانب آخر لا يستطيعون عدم القبول بهذه الشروط المرتبطة بالعقد أو توقيع الكمبيالات نتيجة لبعض الضغط أو لربما الخوف من فقدان الوظيفة لا نقبل المدرسة الخاصة أن توقع على المعلم الكمبيالي أو شك هذا الحكي مرفوض مخالب لتعليمات وزارة التربية التعليم نحن رقم اثنين المعلم يجب أن كله دور المعلم يجب أن يطلع على عقد العمل وعقد العمل في الصفحات الأخيرة من عقد العمل فيه هوامش لقانون العمل الأردني يعني المعلم كمان يجب أن تشتغل على حالها لا تقبل بأقراته يعني خلينا نحكي بأنه كل معلمة لها خصوصية في معلمة العربية معلمة الإنجليزية معلمة الرياضيات الكيمة الفيزة هؤلاء التخصصات المطلوبة والمفروض يعني ترتقي المعلمة أنه الراتب لا يناسبها إذا كان كذا كذا هذا حق لها لكن احنا يعني أول جهات رسمية مش غطاء للمعلمة أو المعلمة اللي هو مش عارف يعني دوره في علاقة مع المعلمة لا نتحدث في التوجه إن حدث ذلك وكان لدى المعلم المعارفة الكافية بحقوقه ولا يريد أن يقبل بذلك ولكنه أيضا مهدد بفقدان هذه الوظيفة فماذا يجب عليه أن يفعل الصحيح هو المشكلة الأساسية أنه العرض أكثر من الطلب عرب تكيف بعدين هذا جانب جانب آخر المدارس يعني بعدها في ذائقة مالية بعد رتيجة جائحة كورونا ما زالت في ذائقة مالية عليها ديون متراكمة في مدارس محجوزة في مدارس أغلقها أصحابها في مدارس أجل الرخص يعني عملية ترميم الوضع بعد كورونا ما زال قاهم نعم فإحنا إن شاء الله يعني السنة الحالية هذه 23-24 تكون انطلاقة جديدة للمدارس الخاصة وإن شاء الله إحنا قلبا وقالبا نقف مع المعلم لأنه إذا نجح المعلم نجحت المدرسة والعرض الصحية بالتأكيد شكرا جزيلا لك نقيب أصحاب المدارس الخاصة سيد منذر السورالي وينضم إلينا الآن المتحدث باسم وزارة العمال سيد محمد الزيوت سيد محمد أهلا وسهلا بك إذن في هذه الحالات التي وصفناها الإجراءات التي يجب أن يتم العمل بها فيما يتعلق بالمعلمين بالتحديد خاصة في موضوع التقدم بشكاوى مساء الخير أستاذ غادر مساء الخير لك وإتمام المشاهدين بداية أريد أن أوضح مسألة توقيع المعلمين على عقود بأقلام الرصاص ومن ثم وضح بأقلام تفضل أولا تنظم هذا العقل بثلاث نسخ كما ذكر الأستاذ الصوراني وتودع نسخة للتعيين لدى وزارة التربية والتعليم ولدى إدارة التعليم الخاص ونسخة للطرف الثاني ونسخة لدى إدارة المدرسة أو الروضة وجميعها مصدقة من قبل نقابة أصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص يعني هذه النسخة سيرتي مصدقة من النقابات اليوم هذه الاتفاقية العمل الجماعي تسمى التفاقية العمل الجماعي للعقد الموحد هذه الطرفي المعادلة في هذه الاتفاقية هما نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وهذه النسخة مودة على لدى وزارة العمل ودور وزارة العمل دورها رقابي أيضا رقابي وشرافي على هذه الاتفاقية ورقابي على المدارس الخاصة من حيث مدى التزامها بتطبيق بنود العقل الموحد وأيضا هناك على كل مدرسة مع بداية العام بالدراسة أن تقدم جدول تشكيلاتها لمدارية إدارة التعليم الخاص ويذكر فيها أيضا جميع هذه التفاصيل أو تفاصيل كل معلم كم دخله وكم ما هو اسمه وما هي التشكيلات المتعلقة بكل مدرسة ومن يحدد أيضا بداية العام التراسي هي وزارة التربية والتعليم وتحدد نهايته المسألة الثانية يأتي دور وزارة العمل بأكثر من مسألة وللأمانة هذا العقد جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية في كل قطاع المدارس الخاصة هي اتفاقية قطاعية تشمل كافة المدارس سواء كانت المنضوية تحت مضلة هذه النقابة أو لم تكن منضوية وتم تجديد أيضا العقد العمل الموحد لمدة ثلاث سنوات جديدة باعتبارا من هذا العام وأضيف له بند يحق للمدارس الخاصة أيضا وضع شعار كل مدرسة تضع شعار على هذا العقد حتى يظهر أن عقود كل مدرسة لكن في نفس البنود التي المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وزارة العمل الكل يصل عن الدور بوزارة العمل ووزارة العمل موجود وقائم ووزارة العمل لديها منصة إلكترونية تتعامل باستقبال الشكاوى الإلكترونية ومعلنة هذه المنصة أصبح يعلمها للجميع وهي منصة حماية وتستقبل الشكاوى إما عن طريق هذه المنصة أو من خلال فرقة التفتيش التي تذهب بالجولات الميدانية إلى الميدان وأيضا يعني حتى كثيرا ما دعونا المعلمين الذين يتعرضون للظلوم في المدارس الخاصة بدل أن يتوجهوا إلى النقابات حتى يعني أو للنقابة العاملين يستطيعوا أن يتوجهوا إلى الوزارة مباشرة يعني لا يوجد حواجز ووزارة العمل تفتح أبوابها لاستقبل الشكاوى سواء عن طريق برصاتها على موقع التواصل الاجتماعي سواء عن طريق الاتصال الهاتف سواء عن طريق المنصة وهي أبسط وسيلة ممكن لأي معلم أن يصل من خلالها إلى وزارة العمل من خلال هذه المنصة ولا يوجد إهمال لأي شكوى مهما كان نوحا وأيضا أريد أن أؤكد أن تحويل حتى سيدتي تحويل الراتب إلى البنوك هو ملزم في العقد إلا إذا رغب المعلم بطلب يقدم المدرسة أنه بغير ذلك نعم وأيضا الأول عقد يحرر للمعلم لأول مرة مع أي مدرسة يعمل بها هو لمدة عشرات أشهر وأيضا مدة الفترة التجربية أو كما هي منصوصة عليه بقانو العمل هي ثلاث أشهر لكن في العقد المؤحد هي شهر واحد حتى يتسنى للمدارس الخاصة أن تقوم باستقرار الكادر لمصلحة الطلاب على مدار الهام حتى يظهر لديها ما هي الكوادر التي ستستمر معها والعقد إذا استمر هذا المعلم مع المدرسة يستطيع أن سيكون عقده التالي لمدة 12 شهر بما فيها العطلة الصيفية المسألة الثالثة هناك شكاوى نعم يوجد شكاوى تصل إلى وزارة العمل منذ بداية العام وصل إلى وزارة العمل 767 شكوى حل منها 574 شكوى حتى اللحظة ويوجد 193 شكوى قيد الإجراء لأن كل شكوى يسيره تحتاج إلى على الأقل عشرة أيام بتحد الأدنى حتى يتم إنهاء هذه الشكوى لأن هذه الشكوى تحتاج من الفتش العمل مراجعة الجهة المشتكة عليها والتأكد من صحة الشكوى والتأكد من الإجراءات وأيضا التأكد من المعلومات التي أوردها المعلم في خلال هذه الشكوى وحتى تظهر الحقوق العمالية في المعلم هناك فيما يتعلق بموضوع الشكاوى هناك لربما بعض التخوفات من قبل المعلمين الذين قد يتعرضون لضغوط معينة لتوقيع عقد لا تتضمن الحقوق الأساسية التي تفضلت بذكرها وسردها هنا أو لربما بفقدان الوظيفة فما هي لربما نصائحكم في هذا المعلم نعم صراحة نحن ننصح أي معلم إذا لم يتضمن الأجر الذي بالتأكيد سيكون أكثر من الحد الأدنى لأن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وأن يتأكد من أن هذا العقد نفسه هو العقد الموحد ويستطيع الحصول على هذا العقد انطلب إذا تم طلبه وأنا أنصح أن لا يتم التعاقد مع هذه المدارس بعض المدارس التي تقوم بمخالفة القانون وحتى نضع الأمور في نصابها هذه المسألة تحتاج إلى مساعدة تعاون الجميع أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة وهي تستطيع من خلال التوعية لأصحاب المدارس الخاصة بعدم تجاوز القانون وأيضا التوعية من النقابة العامة للعملين في مدارس الخاصة نحتاج إلى التوعية أيضا ومساندة من النقابات في التوعية المعلمين وأصحاب العمل لأن هذا مرده ينعكس على المؤسسة والمنشأة وتعطل أعمالها في حال تم اتخاذ الإجراءات القانون بحقها وأيضا يؤثر على حقوق العاملين يعني التوعية مطلوبة من الجميع وهذا جهد مشترك لأنه هذا القطاع كامل يوجد فيه مديري التعليم الخاص ويوجد فيه نقابتين ويوجد فيه وزارة العمل فنحتاج تعاون الجميع نحتاج التوعية من الجميع للمعلمين ولأصحاب العمل حتى الجميع يرتزم تحت سيارة القانون وحتى المعلمين يحصلون على حقوقهم وأيضا بعض المدارس الخاصة لا تعرض نفسها للمسائل القانونية بهذا الصدد حفاظا على استمراريتها وديمومتها في العمل شكرا جزيلا لك المتحدث باسم وزارة العمل محمد زيود